اعملوا سيف لوصفة الكروسون بالفوزدق دي وجربوها الويكند الجاي انا متأكدة ان هحتاجبكم هنحط حل على النار فيها كوباية مياه نصف كوباية سكر وملاقة صغيرة فانيلا ونسيبهم لحد ما السكر يدوب خالص بعد نحطها على جنب ونسيبها تبرد وحنتحن 100 جرام فوزدق مع ملاقة كبيرة سكر ونسيبهم برضو على جنب نكون جاهزين 100 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة نضربهم مع 100 جرام سكر ونزود عليهم بطين بالتدريك ونكمل ضرب كويس لحد ما كله يمتزج ببعض نضيف معلقة صغيرة فانيلا وربع معلقة صغيرة مالح وبعدين نزود معلقتين كبار كريمة فوزدق ونحط الفوزدق اللي كنا طحنينه في الاول بس نشيل منه الاول معلقتين كبار على جنب بعد ما خليت الزبدة ده يمتزج ببعضه كله نحطه على جنب في بالتا نيجي بقى للكروسون ده ستور بوت كروسون عادي من اي حتة بس اهم حاجة ان هو يبقى له يوم او يومين مايبقاش طازة حنقسمه بالشكل ده من النص ونبدأ نغمسه كده في السيرب اللي كنا عاملينه في الاول وصيبينه يبرد وبعدين نحط عليه كده من الزبدة بالفوزدق اللي احنا عاملينها ونغمس برضو بتاعت الكروسون في السيرب اللي كنا عاملينه ونحطها ونحط فوقيها شوية زبدة من اللي كنا عاملينها ومعلقتين الفوزدق اللي كانوا بقيا نستعملهم كده تجارنش الكروسون من فوق ندخلوا الفرن لمدة ربع ساعة تقريبا ولما يطلعوا ويبرد شوية نرش عليه سكر بضرة من فوق وانجوي احلى كروسون بالفوزدق جربوه لولي رأيكم بالهنة والشافة